وفي نفس السياق قال بيت التمويل الكويتي أن انكشافه على بنك سلكون فالي الذي أغلقته السلطات الأمريكية إثراء فلاسه الأسبوع الماضي يقدر بنحو 381 ألف دينار أي ما يعادل نحو مليون ومئتي ألف دولار وأضاف بيتك في صاحن له على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم أنه لا يترتب على هذا الانكشاف أثر مالي جواري على المركز المالي للمجموعة هذا وكان بنك الكويت المركزي قد أكد يوم أمس أن انكشاف البنوك الكويتية على بنك سلكون فالي الأمريكي ضئيل جدا للغاية بسبب استقرار ومتالة أوضاع وحدات الجهاز المصرفي في ظل ما تمتلكه البنوك من مصدات مالية كبيرة